تخيل كده تكتب كلام لموقع يتحول معك الفيديو. او تضيف صورة عادية ويحولها لك الفيديو في حركة جميلة جدا. طب ايه لانا هستفاده لما اعمل الفيديوهات دي? عايز اقول لك ان انت تقدر تعمل كتير جدا بالفيديوهات دي. الناس كتير استغلت الفرصة دي وبدأت تعمل محتويات كتيرة جدا باستخدام ادوات الزكاة الاصطناع المجانية. ولو انت من الناس اللي تقدر تكتب او تألف محتوى. او من الناس اللي بتعمل فيديوهات. او من الناس اللي بتحب تهتم بالذكاة الاصطناعية عموما. فعاوزك تتفرج معاه على الفيديو ده علشان عايز اعرفك على موقع مهم جدا. وانا شايف ان هو منافس قوي جدا لموقع صورة. المفروض ان هو انطلق. ولكن حتى هذه اللحزة لم يستخدم بشكل رسمي. والموقع اللي هنكلم عنه النهاردة هو موقع ولكن بتحديثاته الجديدة. والجميل كمان ان احنا هنتكلم عن تحديث بيقدر يعمل اصوات بالذكاة الاصطناعية. سواء بيحول النص الى صوت او تعليق صوتي. وكمان بيقدر يستنسخ صوتك. ان انا مسلا ممكن ادي له صوتي. ويعمل منه نسخة. واقدر بعد كده اخليه اقول اي كلام انا مش هقدر اراه او يقوله بشكل كويس. مستنى ايه? دوس لايك علشان الفيديو ده يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس. ولو دي اول مرة لك هنا في القناة فاهلا بيك في قناة محمود خدر اللي هنعلمك فيها ازاي تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعية المجانية. وازاي ان انت تعمل محتوى وازاي ان انت تربح منه. ويلا بينا هنبدأ الفيديو. انا معك دلوقتي على موقع هيلو اي اي. الموقع ده بصراحة عايز ان انا اعلمه لك كويس. عشان انا عارف ان فيه ناس بيبقى عندها آآ مهارات ان هي ممكن تألف حياة او تنشئ محتوى لكن بيبقى عايز الامكانات اللي تساعده. زي الناس اللي بتألف كصص روح بكصص عادية بتألف ممكن تعمل افلام قصيرة. فانت ازاي تقدر تتحول الحاجات ديت لفيديوهات? لازم آآ تتعرف على الادوات اللي تساعدك في ده. فانا اجيب لك هيلو اي اي وتعالي كده اقول لك في الواجهة الرئاسية بتاعته. اول حاجة الموقع عمل تحديثات هنتكلم عنها. وبس انا عايزك تبص على الفيديوهات دي. ده تحس ان هو فيديو الصور بجد مش معمول بالذكال الاصطناعي. هنا مسلا ده شوف العربية ديت ماشي كده في الطين وبتعمل ايه? حاجة منتهى الجمال بصراحة. الراجل الجده ده قاعد كده وشكله زهقان وحد معلم عليه يعني. في ايه تفاصيل حلوة هتلاقي فقط فيه تنوع. يعني هنا بص كده الفيديو ده. الفيديو ده انت ممكن تبني فكرة كبيرة جدا تعمل فيهم مقصير بالفيديو شبه ده. بص هنا ده الغابة تحولت هنا الوحش عامل ازاي? حاجة في منتهى الجمال. الكلب اللي قاعد على السجيل ده ومستنى حد لا ده ده كلب مرعب او. في تفاصيل حلوة جدا تقدر تعملها باستخدام موقع هيلو. ازاي ممكن نستخدم موقع هيلو? ببساطة اول حاجة لازم سجل حساب. بالمناسبة الموقع ده لما انت بسجل في حساب لاول مرة بيديك تلات ايام مجانية. تماما تقدر تعمل بهم اي قدر من الفيديوهات بمعدل تلات فيديوهات في الوقت الواحد. يعني في اللحظة لان انا حالا هنا دلوقتي ممكن اعمل تلات فيديوهات. بعد كده انتقل على تلاتة تانين. ولكن في خلال تلات يام تقدر تعمل عدد كبير او. بس برضو ازاي هتخش على الموقع. يعني من الرابط اللي هستيبولك في اصل الفيديو. او انت بكل بساطة بتدخل على جوجل تكتب هيلو اي اي اي. يزهر لك الرابط اللي شكله ده. اول ما تضغط عليه هيحاولك على الصفحة دي. سجلني حساب. هنا بيديني ميت كريديت. ميت كريديت ليه? لان انا استخدمت النسخة اللي هي او النسخة التجربية او اللي هو الكريديت اللي تلات يام ده استهلكته. فبعد كده قال لك. قال لي انا هديك آآ ميت كريديت يوميا عشان ما تزعلش. اعمل لك تلات تصفيمات. قلت له حالو زال فول انا بقدر ان انا استفيد من الموضوع ده كويس او. فزاي بقى هقدر استخدم هيلو بعد ما تم تحديثه? اول حاجة بتروح على كرييت هتلاحز في الدنيا تغيرت شوية. هنا هتلاحز ان في هنا حاجة اسمها امشتو فيديو. وحاجة اسمها تيكستو فيديو. امشتو فيديو يعني بنجيب صورة ونحولها لايه? لفيديو. تيكستو فيديو يعني بنكتب كلام ونحوله لايه? بنحوله لفيديو برضو. تمام? ايه الفرق? الفرق ان انت الصورة هيتبقى زي ما هي لكن النص هو بيعمل لك تصميم جديد. هتلاحز هنا في تيكستو فيديو ان ان انت عندك الموديل بس اضغط كده مفيش غيره. ده خاص باعدادات النصوص. اما في فيديو ففيه جديد بقى ان انت عندك هنا اضغط كده هتلاحز هنا ايه الفرق بقى? قالك ان ده الحركة فيها هتكون افضل بكتير من الحركة اللي كانت موجودة في ده. ولكن ده مش معنى ان ده وحش. بس هو لما عملوا مقارنة ما بين الاتنين لقوا ان فيه فرق. فيما يخص فيديو فانت ممكن هنا تكتب اي نص هيحوله لك لفيديو. هاجي هنا في المربع ده وحط كلام معين اي ان كان. انا بصراحة خدت اللي كانوا موجودين في الموقع بصراحة عجبني وعايز اعمل زيه. كتبت انا هنا. عندك هنا كمان تقدر ان انت تطلب من ان هو يعمل لك تعديل على لكن انا مش هطلب. وهنا كمان في عندك الاادالات ديت لو هتختار الموديل وبنوان عليه انت بتروح تضغط على العلامة دي فهيبدأ انه يعمل لك ايه? التصميم. اوكي اول فيديو. ده بالنسبة اللي تحولي النص ايه? الى ايه? الى فيديو. لكن هنا بقى بيختلف الموضوع. هنا بيقول لك ايه بقى? انت هنا تقدر تكتب الكلام اللي انت عايزه. بس انا طبعا نشيل الكلام ده. بس لازم تحط الصورة اللي انت عايزة. فباجي هنا بضغط على هنا بيقدر يجيب لي آآ صور قديمة. نقدر نستخدمها. يعني دي الصور كنت انا عملتها قبل كده. فتعالك ده نشوف. انا مسلا كنت اعمل الصورة دي وكان فيها حركة بالشكل ده. كنت اعمل الصورة دي وكان فيها حركة بالشكل ده. طيب انا كنت مستخدم ايه في دول? كنت مستخدم الموديل الجديد اللي هو الاتناشر فيه. فانا عايز اعمل صورة مسلا شبه دي. وانقارن ما بينها وما بين الصورة اللي هنعملها بالموديل التاني. فانا هختار نفس الصورة اهو. على اساس ان احنا عملنا فعلا فيديو وهاجي هنا هختار انا موديل بقى اللي هو القديم اوكي لان انا الصورة دي كنت اعملها بالموديل انا هو الجديد طيب هنا بكتب اي تفاصيل عايز تكتب تفاصيل اكتب مش عايز ما تكتبش انا بصراحة لما بتبقى الصورة اريا بعضها ما بكتبش يعني انا مسلا الصورة دي هو ماسك سيف فانا مش بقول له حاجة وانا عارف ان هو هيعمل حركة بسيف وخلاص هنا برضو نفس النظام هو شكله ماشي في الشارع انا عايز كده فما بكتبش عايز تكتب اكتب لكن انا هنا اضفت الصورة واختارت الموديل القديم وهضغط على التلاتين دي فهيبدأ برضو ان هو يعمل لي ايه? هيبدأ ان هو يعمل لي الفيديو ليها. فبالتالي هيبقى عندي هنا تحويل نص الفيديو وعندي هنا تحويل صورة الى فيديو. انا طبعا منتظر النتائج طبعا هي هتغيب معاك شوية بس انت مضطر انت تستنى فانا عادي بسيبها لحد ما تخلص وبعد كده لما تخلص بستخدمها لان هي بصراحة بتعمل لي حاجات كويسة. وبعد كده لما يخلص الفيديو او الفيديوهات تخلص هرجع عشان بقى نشوف النتيجة ونعمل مقارنة ما بين الحاجتين دول. تعالوا بقى نشوف النتائج بتاعتنا بعد ما خلصت. ده الفيديو اللي احنا كتبنات على كده نضغط عليه هيشتغل معاك بالشكل ده. عملاك وفجأة يظهر بطة جميلة او كده في الشارع وورا انفجارات. تخيل كده بقى لو انت تبني فيديو او فيلم على القصة دي. يا سلام لو انت مبدع تقدر تعمل فيلم مسلا خمس دقايق باستخدام البطة ديت وتحور في الفيديو. على الفكرة يعني لو انت برضو عايزين نعمل تفاصيل كتير نفهم زي نعمل حاجات شبه كده اكتبولي في التعليقات. يعني لما بلاقي فيه اهتمام في التعليقات كتير يعني بتدوني طاقة ان انا ممكن اقدم معلومات اكتر او ابحث اكتر يعني. حلو الفيديو او حلوك جميل جدا ده فيديو كتبنا اه بروميت تتحول للشكل ده. ونقدر نعمل له تحميل من المكان ده. كمان هنرجع بعشان نعمل المقارنة ما بين الفيديوهين اللي انا قلتلكو عليه. ده الفيديو اللي اتعمل دلوقتي وده الفيديو اللي اتعمل بالموديل الجديد. تعني تشوف الموديل القديم ده الفيديو يتعمل بالموديل القديم. هنا طبعا هتلاحز ان الحركة اسرع واكتر. يعني عمل الحركة اسرع واكتر والشخصية فيها تفاصيل لذيذة. تحس ان هو يعني احنا محتاجين الفيديو ده بقى طويل شوية بصراحة ممتع. فهنا الفرق. ان الحركة هنا اكتر وفيها اسرع وفيها حركة كتير. طيب تعبا نشوف الاصدار الجديد هنا بقى لا هنا في الحركة ابطأ. انت ممكن تصراحها على فكرة. وفيه ثبات في النظر. تحس ان هو كده بصص مركز على شيء واحد. بغض بخلاف اللي فوق ده تحس ان هو ماشي كده كأنه ماشي عادي في الشارع. ففي الفيديو ده لأ هنا تحس ان هو لهدف مركز عليه. فده بقى على حسب انت عايز تستخدم انا موديل في كلتا الحالات هتقدر ان انت تعمل دون لود للموديلز بتاعتك وتقدر بعد كده تستخدم الفيديوهات ديت في الشغل اللي انت عايزه. هيجي حد يقول لي عم محمود انت دلوقتي اخترت صورة من الصور لو انت كنت رفعها بل كده. انا بقى عايز ارفع صورة من عندي. الموضوع بسيط هنرجع تاني هنا. واتيجي على حتة اللي هي الابلود ديت. اضغط عليها بالشكل ده. تقدر ان انت تحمل صورة او برضو هسهلها لك. نحزف دي خالص. اصبح عندك المكان ده كده بالشكل ده. المرة الاولى انا ضغطت على الامج هستوري. لأ المرة دي هضغط على العلامة دي. فهيجي هنا يقول لي اختار الصورة من عندك. مسلا ان هقلب. هلاقي الصورة مسلا انا كنت عاملها. هختارها واعمل اختار بقى اي صورة عندك. اضفها. وبنفس الخطوات اضغط هنا. هيعمل لك الفيديوهات جميلة باشا كده. ودلوقتي هنروح على الجزء التاني من فيديو النهاردة وهو خاصية جديدة تم اضافتها لموقع بتعتبر بديل قوي لموقع ولكن هيقابلنا خبرين. خبر وحش وخبر حلو. اول حاجة هنروح نضغط على اوديو هيحولك على الصفحة دي. عشان تبدأ تستخدم خاصية الاوديو لازم تضغط على سين ان تاني غالبا هيتطلبها منك تاني. فانت هتعمل سين ان وتسجل دخول. هيزهر لك تاني الصفحة دي بالشكل ده. الخبر الوحش هو انك عادي ممكن تحول النصوص الى صوت. دي مش حاجة وحشة. ولكن الوحش فيها ان هو فقط يدعم اللغة الانجليزية. طب ايه الخبر الحلو? الخبر الحلو ان انت ممكن تعمل نسخ لصوتك ويتخلي صوتك يتكلم اي لغة متاحة في الموقع. ودية طبعا تستطيع تعملها بشكل مجاني. والخاصية دي مش موجودة بشكل مجاني في المواقع زي وطوب فيو. فتعال هنا بقى نشوف او طوب ميديا اعتقد مش طوب فيو. المهم هنجي دلوقتي نجرب بقى المواقع كده. مبدئيا كده ده المستطيل اللي بتكتفيه اي كلام. تعال كده ناخد اي كلام هنا موجود كوبي. ونضيفه هنا للمستطيل ده. اي كلام. هيجي هنا هيقول لك اختار الصوت. فبتضغط على سويتش فيس. هيبدأ يجيب لك اصوات كتير. من ضمنها العمر. انت عايز عايز احد اكبر زي ما انت حاب. لو ضغطت هنا هسمع الاصوات. هتختار الصوت اللي انت عايزه وتقدر تنوع في الاصوات اللي انت عايزها وتقدر كمان عندك لغة انجليزية صينية يابانية. والاكسنت انت عايزه ايه تقدر تتحكم برضو في العمر او في النوع او في ميل. فبناء عليه هنا مسلا هنختار اللغة الانجليزية وهنختار اي حاجة مسلا ممكن نختار ده. هنضغط على وهنا طبعا كتبنا الكلام. بتجي في الاعدادات ديت اللغة ممكن نقول له اوتو. بيديك اربعة تعبيرات ممكن تقول له حزين. ممكن تخلي السرعة عالية ممكن تبطقها. ممكن تتحكم كمان في حاجة اسمان موديفاير. اه حاجات خاصة بكوت الصوت ممكن تتحكم فيها. وكمان فيه خصائص حلوة زي ان انت ممكن تعمل ايه كو في عموما ايه كو في قضا مغلقة. صوت التليفون. اه اه صوت روبوت. هنجرب ده الاول بس خالي دلوقتي لما نشوف ده. كتبت التفاصيل واختارت ضغط على جينيوريت هيبدأ دلوقتي يعمل لك الايه الصوت. بيعمله على فكرة على طول. تعال نسمع. هعمله صوت كويس ولكن عامله بطيء لان انا كنت ايه اللي السرعة هتكون بطيئة ممكن نعله السرعة شوية. وممكن ان احنا نعمل فيها ايكو ونضغط تاني. المرة دي التزم بالايكو وعمل اللي برضو الشغل بتاع لسبيت تخليها اسرع شوية ممكن نسرع شوية. وممكن كمان نخليه هابي سعيد. وممكن نلغي دي ونخليها مثلا في غرفة. ونضغط على ريجينوريت. تحس ان هو كان انه بتكلم في مطار. برضو تعالى نعمل التليفون ده برضو مهم للناس ليه عايزة تعمل اسوات التليفون. تحس صوت تليفون او صوت راديو وكمان تقدر تحمل الاصوات من هنا. تعالى بقى للخبر الحلو وهو استنساخ الصوت. ازاي بقى هنعمل استنساخ للصوت. هتروح على وبتيجي هنا بتضغط على حاجة اسمعك. يعني استنسخ صوتك. بيديك فرصة ان انت تعمل تلات اصوات. عندك طريقتين. اما هترفع ملف هنا في صوتك كامل. او ان انت ممكن تسجل هنا بالشكل ده. انا بصراح هستسهل واسجل على طول فهضغط على ريكورد اوديو. هيجي لي هنا يقول لي يطلب السماح فهقول له قلقه. هضغط هنا تاني فهو حاليا دلوقتي بيسجل اي كلام انا بقوله. اي كلام انا بقوله بقى هتكلم عادي جدا ممكن انطق اي كلمة بالعربي بالانجليزي. ممكن برضو اقول كلمات يكون النطق فيها كويس. هو برضو بيحاول يستنسخ الصوت بتاعي بشكل مناسب اي ان كان بقى طريقتي الكلام اللي انا بقوله. فاي كلام اللي انا اتكلمت دلوقتي هو حاليا تم تسجيله في الموقع. تعالى مسلا نقول له ماذا? تعالى مسلا نقول له. آآ مسلا هنقول له. ثم عايز بس انطق الحروف اللي بتبقى صعبة. آآ غراب عشان حرف الغين ده. آآ برضو عايزين حاجة يكون فيها حرف الحا. مسلا هنقول له حمار لمواغزة يعني. ممكن نقول له حاجة فيها مسلا آآ خيار حرف الخا برضو. بحيث ان هو يكون استمد آآ اصوات كتير. هو عايز ان الصوت بتاعي يكون كويس. خلاص احنا هسجلنا شوية كلمات. آآ طولت طبعا شوية بس مش مشكلة. هضغط هنا تاني خلاص هو كده اخدت الصوت اللي انا قلته كله وحمله. هضيف هنا الاسم اللي انا عايزه. هكتب مسلا مع حمود. ماشي. هكتب الاسم بتاعش انا بقى عارف الاصوات. واحد. وهنا خلاص الصوت بتاع موجود. وهنا بيقدر كمان شيل ان اي نويز في الخلفية مش لازم لان انا كده كده الصوت عندي كان كويس. وبقوله اللغة هقوله خليها انجليزي مش مشكلة. وهضغط على دي. وهضغط على كومفيرت. بقول لي تأكد ان الصوت مع لهوش حقوق. قلت له مع لهوش حقوق. وبناءة عليه هيبدأ دلوقتي ان هو هياخد الصوت بتاعي ويحوله لاستنساخ بالشكل ده. هنا على طول اول ما خلاص الاستنساخ تعال بقى نشوف هنا هيقول نفس الكلام اللي كان موجود في الصوت اللي عمنا اللي فات بص كده. بصراحة صوتي. محد ينكر لا هو صراحة صوتي. طيب هل احنا دلوقتي اخترنا الصوت اهو هنعمل يوز. فبالتالي لما نرجع تاني لك تيكستو سبيتش هتلاحز هنا الصوت اهو بتاعي موجودة اهو. فتعال بقى نضيف تفاصيل اكتر. عايزين بقى نضيف شوية كلام حلوين. هضيف بقى هنا كده شوية كلام حلوين اهو طبعا الناس اللي عايزة بقى تعمل محتوى اجنبي هيبقى الموضوع حلو معه صوتك. هتيجي تضغط بعد كده على اتحكم بقى في الصوت. ممكن تتحكم في الصوت. خلي الصوت كده كويس. ممكن نقلل نسرع. ممكن تعمل بقى صوت التليفون. تعمل صوت كأنك بتكلم نفسك بقى في التليفون مش عارف ايه. والحاجات دي كلها اضغط على جينيريت. هنسمع دلوقت الصوت الجديد. هنشوف هيقول الكلام ده ازاي. في الاحيان حاس ان هو حسيت ان هو خلاني هيندي شوية. بس بصراحة صوتي. يعني انا لو هسمعه صوتي. وقدر كمان انا عمله من هنا. فالتجربة حلوة انتو برضو هتقدروا ان انتو تجربوها في هنا اه موقع ولكن خاصية الايديو اللي هي ما زالت حتى هذه اللحظة بيتها وممكن قريب تكون كمان باللغة العربية. فيه كمان بس انا بصراحة ما اجربتهاش. اه مش حابب ان انا استخدم الخاصية دي لو هتكون باللغة اه الانجليزية كلها. ولكن خلينا نبقى نجربها وبعد كده نبقى نرجع لو هنستفد منها. نبقى نجربها معاكم ولكن في فيديو جديد. كده بقى انا وصلت معاك لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى تكون استفادت من الفيديو. وتقدر دلوقتي تجرب كل اللي احنا عملناه في الفيديو. وتقدر كمان ان انت تشوف كل الفيديوهات القديمة. لو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك وتسيب لي رائعك في تعليق. وكمان لو مش مشترك في القناة فيا ريتش ترك دلوقتي وتفعل زيب جرس. علشان تشوف كل فيديوهاتنا. واضغط على زر الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهات. وفي النهاية السلام عليكم.